مرحبا، أنا أولاً عماد عباس، عماد عباسك من النجف محاضرة اليوم ستكون عن الماضي البسيط والماضي المستمر واستخدامهم سواء في جملة واحدة قبل ما نأخذ شلون نربط ذن الزمنين بجملة واحدة وشلون نميز الماضي البسيط من الماضي المستمر بالامتحان لازم نقدام نعرف قاعدة الماضي البسيط، شون أصح على الفعل بالماضي البسيط، حالة الإثبات والنفي والسؤال وكذلك هم لازم نعرف قواعد الماضي المستمر، قاعدة الإثبات والنفي والسؤال لازم نضبط شون أصح على الفعل بزمنين وبعدين نأخذ الربط مالتهم بس قبل ما ندب الموضوع، بصورة عامة كتابكم بسارسة دادي، دائماً يجيب لي فعل مجرد بالجملة يعني عندي آني، عندي فاعل، وعندي تكملة وبين قوسين نطيني فعل مجرد، وشي يقل لي؟ صيغة السؤال غالباً أكثر أحياناً شنو صحح الفعل، فمن يأتي correct the verb، خلي بالك فكرتين، دائماً خلي بالك فكرتين، من تلقي correct the verb هاي اللي بين قوسين لازم أول شغلة تسويها، هاذي هموضوع، تحديد الزمن، والموضوع يعني هذه من قل لي correct the verb هاي موضوع، احنا بالسالس عندنا هاي مواضيع فيها ترى هاي الجملة بها موضوع، يعني مثلاً هاي الجملة ماذا بسيط، ماذا مستمر، مستقبل، مضارح تام، وشنو هاي موضوع زين، شو نتحدد الزمن؟ تحدد الزمن الطريقتين؟ لو عن طريق الظروف اللي موجودة بالجملة، لو عن طريق عدوات الربط يعني، قال لك correct the verb، تبوع لها الجملة، كنت أعرف هاي اللي هي موضوع تابعة، شو نتعرف اللي هي موضوع تابعة بالكتاب؟ لو عندك ظروف خاصة بالجملة، خاصة، يعني احنا مثلاً مثلاً، الماضي بسيط ظروفة yesterday, last ago، المستقبل ظروفة next، tomorrow، مضارح تام، وظروفة just and already ويات والآخره، فإحنا لازم نحدد الزمن، هاي أولاً، ثانياً، معرفة الحالة، يعني شنو؟ هل الجملة مثبتة؟ لو من فيها؟ لو سؤال، هل الجملة مثبتة لو من؟ شو نتعرف؟ هسا نجيهم، أول شغلة، احنا بالنسبة لهاي الفكرة، ما للظروف والوقات الربط، كل زمن ناخذة رح نشرحها، أما شغل نعرف الجملة مثبتة لو من فيها لو سؤال، فهسا رح نعرف من خلال شرحنا للماضي البسيط والماضي المستمر، يلا، نبدأ هسا بموضوعنا، أول شغلة بالماضي البسيط، إذا أراد من عنده جملة مثبتة، رح يخليلي فعل مجرد من قوسين، يعني شلون أستاذ، شوف باوحي الأمثلة، شوف لاحظوا، شانطاك، أمطاك الفعل مجرد بين قوسين، أمطاك الأصل مالته، إذا أمطاني بس فعل مجرد بين قوسين، يعني هذا يا حالة، حالة الإثبات، تمام؟ هسا هذا الفعل مجرد، هسا أنا كاتب لكم كتابة، إذا أجاني هذا الفعل مجرد بين قوسين، واني أعرضت أن الجملة ماضي بسيط، شون عرفتها؟ هسا رح ندرس شون نعرف الماضي البسيط، انت عرفتها ماضي بسيط، فشون تحولها للماضي، هذا الفعل ماضي شون تكونه؟ طبعا من أعجابه على هذا الفعل مجرد، لازم أخلي بالي شغلتين، هذا الفعل له قياسي، يعني نحوله للماضي بإضافة شنو؟ بإضافة إيدي، له الفعل يكون شاذ، يعني شنو شاذ؟ يعني لا يقبل إضافة الإيدي، يعني أنت من تجي تتحول هذا الفعل مجرد بين قوسين للماضي البسيط، كنت عرفه لو قياسي، لو شاذ، زل شون تعرف القياسي من الشاذ بالامتحان؟ كنت حافظ، أنت لازم شنو؟ لازم حافظ الشواذ، طبعا أنا خلال تدريسي للمنهج رح كل موضوع أنطيكم أفعال الشاذة، مثلا اليوم رح أنطيكم الأفعال الشاذة الخاصة بالماضي البسيط، من نوصل الموضوع آخر، مثلا المضارح تام أو إف الشرطية، كل موضوع نأخذه رح أنطيكم الأفعال الشاذة ما أنت، أول بأول، أنت تقدر أكو أدة طريقة لحفوظهم، أما تحفظهم كل موضوع بموضوعة، أو تحفظهم موجودات بنهايات أغلب الملازم من الأساتذاتكم، فهم رح يمتحنوكم بهم، أغلبيتهم، فأنت أحفظهم، أفعال الشاذة هنا جزء أساسي بالمنهج، فهذا الماضي البسيط، من يجيني الفعل مجرد، أخلي بالي وحدة من الشغلتين، لو قياسي، لو شاذة، شون تعرض، كون أنت حافظ الشواذ، باوع للفعل، هذا الفعل ما ضمن الأفعال الحافظها، إذا ما ضمن الأفعال الحافظها، يعني هذا شاذة تكتبه، إذا ما مر عليك، ممضون الأفعال الحافظها، شاذ ضيف له، ضيف له إيدي، زين، من تجي ضيف إيدي، عليك يا الله، أكيد لا، أكو قواعد إضافة إيدي، شنو قواعد إضافة إيدي، أولا، الفعل المنتهي بإي صامت، شن ضيف له، نضيف له دي، نحن نمشي، نقول الفعل المنتهي بإي، نضيف له دي، مثال، لف، بمن انتهى هذا اللف، انتهى بإي، من أجل أضيف له إي دي، اش أضيف له، أضيف له بس دي، اللي انتهي بإي، اش أضيف له فقط دي، لايك شو صير، صير لائك، هاي القاعدة رقم واحد، القاعدة رقم اثنين، الفعل المنتهي بحرف واي، وقبل الواي حرف صحيح، يعني واي وشن قبله حرف صحيح، شن سأقول الواي، نغيرها إلى آي وشن نضيف، نضيف إيدي، ركز هنا، باعوا علي، هذي الهري، بمن انتهت، انتهت بواي، وشن نجا قبل الواي حرف صحيح، من أجل أضيف لها إي دي، شا سأقول الواي، هغيرها إلى آي وش أضيف، أضيف إي دي، وكذلك كراي، أقلب الواي إلى آي وش أضيف، أضيف إي دي، هذي الوقت ما نقلب الواي إلى آي، هنانا أكو قاعدة تقول لا تنطبق هذه القاعدة إذا جاء قبل الواي حرف علة، لاحظ، هنانا البلاي، الواي ش أجا قبل هاي، أجا قبل هاي حرف علة، فهنانا ما نقلب الواي إلى آي، دير بالك، صير بلاي، مثلا، مثلا، فعل آخر، انجوي، بمن انتهى بواي وشن قبل حرف علة، ش أسوي، قبل ش أضيف لها، قبل أضيف لها إي دي، تمام، هاي القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، تقول الفعل المنتهي بحرف صحيح مسبوقه بحرف علة، شنسوي الحرف الصحيح، انكرر، مرة ثانية الفعل المنتهي بحرف صحيح، مسبوقه بحرف علة، وركز له حرف علة، يعني شن حرف علة واحد، حرف علة واحد، شنسوي الحرف الصحيح، انكرر، ويدبل، انكرر، وشنسوي، شنضيف لها، نضيف لها إي دي، مثلا، هذا stop، بمن انتهى بحرف صحيح قبل حرف علة واحد، شوف حرف علة واحد، شا سوي أنا، أكرر الـ P، وش أضيف لها؟ أضيف لها إي دي، مثلا، slip، انتهى بحرف صحيح وقبل حرف علة واحد، شا سوي الـ P، أكررها، وش أضيف لها؟ أضيف لها إي دي، بس انتبه هاي القاعدة مدائما تمشي، ما تنطبق هاي القاعدة مع بعض الأحرف، يعني أكو أحرف ما تتكرر، اللي هم ذولي، الـ Y، لأن أصلا نحن قلنا الـ Y تنقل بالـ I، الـ X والـ W والـ E-N والـ E-R، ذني إذا أجلنا من لحية الفعل ما تتكررها، مثلا، هذه fix، ذات بـ X، ما يصير أكرر الـ X، إذا كررتها يصير أعركة باللفظ، يصير fixك، كيف تحشر عندك، مثل اللفظ، كذلك listen، هاي الـ N ما نكررها، الـ E-R والـ E-N نهاية الفعل ما يتكرران، فيصير بس listened، زيان، بعد، هم ما تنطبق هاي القاعدة بحالة ثانية، لا تنطبق هاي القاعدة إذا جاء قبل الحرف الصحيح حرفي علة، اثنين أحرف علة فوق، ما يتكرر الحرف الصحيح، شوف، فعل، هذا منتح حرف صحيح، شن قبلش، كم حرف علة اثنين، إذا أجل قبل حرفين علة، أنا ما أكرره، وكذلك clean، هم ما أكرره، ما عددنا ثلاث ملاحظات، شنضيف، نضيف إيدي، أعيد ملخص سريع أستاذ، سمعنا، سمعنا، خليها سالفة، قول بالموضة البسيط، وإذا جانت فعل مجرد بين قوسين، لو أضيف لـ E-D، لو شرف، تمام؟ من أضيف إيدي عندي قوات، إذا انتهى الفعل بـ E أضيف لبس D، انتهى الفعل بـ Y، قبل حرف صحيح أقلب الـ Y إلى I، وأضيف إيدي، بس إذا أجل قبل الـ Y حرف علة ما أضيف، ما أقلب الـ Y إلى I، قبل أضيف إيدي، إذا انتهى الفعل بـ حرف صحيح وقبل حرف علة واحد، شي سوى الحرف الصحيح أكرره، بس عدي استثناء عندي، أكون أحرف ما تتكرر، وإذا أجل قبل الحرف الصحيح، ثنيا أحرف علة هم يتكرر، على ذن الشغلات، شنضيف، ونضيف إيدي، هسا نجد أفعال الشاردة، طبعا ذني الأفعال الشاردة اللي تحتاجهن بالموضوع الأول، أريدك تركز عليها وتحفظها نتاخذ سيكننشورت هسا، ذني الأفعال وتحفظها نوية بعد ما أكملها طبعا، ذني الأفعال الشاردة الخاصة بالدرس الأول، أوكي؟ يلا، نحفظها نسوى، أولا، رنج، الماضي مالتا ران، والتصريف الثالث ران، الفايند، الماضي مالتا فاون، والتصريف الثالث فاون، الرن، الماضي مالتا ران، والتصريف الثالث هم ران، التاك، الماضي مالتا توك، والتصريف الثالث تاكن، التايل، الماضي مالتا تولد، والتصريف الثالث هم تولد، الماضي المالتا هد الميك المالتا ميد التصريفال اللذير Product المالتا هد لاحظ ، هذا انتهي بدito المالتا أمالي المالتا امالي الميت الماضي مالت أمت وتصفير الثالث همت ماليay مالت أстроفى الحم الماضي curso الحم الس daha قريبا خاطئا حسناً فلو، فلاون، سويم، سوام، سوام، هاف، هاد، هاد، درايف، دروف، دروفن، تقدر تعيد وياي إلا أن تحفظهن انتبه على أنه الاسبالنغ ما لفعل الشاذة كلش مهم يعني لازم ما تخطع بهذا الاسبالنغ لن نفعل الشاذة تمام إذن هنسا ملخص الملخص البسيط مرة ثاني أهم شي حالة الإتباط أستاذ بني جيني فعل مجرد بين قوسين لو أضيف لأيدي لو شاذ وكون حافظة شون أعرف الشاذ من الإيدي كنان حافظ الشاذ أبوع للفعل إذا مو من ضمن الأفعال لحافظهن يعني أضيف لأيدي تمام إذا أنت ما حافظ الأفعال للشاذ أكيد راح تحتار ما تعرف بس أقلكم شي من الأخير هو راح جبي لكم فعل شاذ يعني نادرا جبي لكم فعل قياسي غالبا بالموضوع أجيكم فعل شاذ تمام هذا كما يخص حالة الإثبات خلينا أخذ أمثلة الأمثلة الخاصة بالموضوع أمطلتكم أربعة أمثلة كلش كافي مثلا شي ستادي فري هارد لست مونت أجل هذا الفعل ستادي ألاحظ هل هو من النظم لفعال الشاذ الحافظهن؟ لا هذا فعل قياسي فاش أسوي أجل أحول هذا الفعل للماضي بما أنه انتهب واي وقبل حرص صحيح سويت للواي قلبتها إلي وضفت إيدي أنت تريد تعيد بس الفعل أو تريد تعيد الجملة كلها كيفك؟ بالامتحان وزاري بالعجب أنه وذا جايك تكتبون بس الفعل أنت تريد تكتب الجملة ما لك مشكلة نقطة ثانية لاحظ هنا فعل سي هذا فعل شاذ كناني حافظه فالماضي مالتا شنو؟ فاعثا هنا أنا فعل شاذ كناني حافظه؟ فيصير بروك هنا لاحظ ان انجوي هو مو فعل شاذ قياسي فاش أسوي أضيف إيدي ما أقلب الواي إلى اي هنا لأن اجي قبل حرف علا لاحظ الموضوح سهل بس تحول الفعل للماضي تمام؟ هسا نجي للنفي الماضي البسيط قبل كل شي شواني أعرف الجملة منفية؟ أعرف الجملة منفية مني يخلي لي ناط قبل الفعل مجرد بالجملة اللي ينطنياها؟ شواني يعني مثال؟ شوف هذا المثال قبالك شوف شنطان هنا أنا نطاني ناط نجوي هو لو يريد إثبات يشيل النات ينطيني بس نجوي تمام؟ بس إذا يريد نفي ش يسوي خليه للناط فهسا ما دام نطيني ناط بين قوسين بالفعل اللي بين قوسين يعني ريد إلى نفي فأنا شو ننفي الماضي البسيط؟ الناط أحولها لا دند أنا لديك sería related لأن pitching target فأذا أ egent irresponsible كيف أنني لدي�트 فعلة ضرورة 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 عندما تستخدم الفعل نفسي تنزل بين قوسين لا أضيف لبعض ايدي ما اللي علاقة بالفعل شاذ أو قياسي نفسي تنزل بين قوسين فدائما عندما تستخدم تأتي لهذا الفعل المجرد بين قوسين نفسي تنزل أوكي مثلا شوفوا المثال I didn't enjoy بعد ما كنت لأن هنا لم تترجع الفعل مجرد she didn't sleep well last night تصير شي didn't sleep واضح حبيبي هنا النفمال الماضي البسيط واحد من طلع يسأل أستاذ بس أنت عرف أنه بعد ما نستخدم لم تترجع الفعل مجرد يعني شونا قصدك مثلا I saw her yesterday هاي الجملة يقلك يريد من عندك negative بين قوسين يقلك أريدها negative نفي شوف هذا الصيغة ما موجودة بالسادس يعني نطيك فعل ماضي ويقلك بين قوسين ماكو بعد بالسادس بين قوسين negative شي سوي بالسادس هذا الفعل هو أصلا يرجع مجرد ويخلي قبله C هاي صيغة السادس أما هاي الصيغة بعد ما موجودة بالسادس أنت تشنت ش تسوي مثلا خلي نحلها أنت تخلي لأن عرفت الجملة ماضي تخلي ددنت ولازم الفعل يرجع مجرد يصير C هاي الصيغة بعد ما موجودة هاي موجودة هاي ناط يصير ددنت سيقبل واضح شباب هذا فيما يخص النفي ناط زائد فعل مجرد الناط يصير ددنت والفعل النفي تينزل بين قوسين نجي للسؤال مال ماضي البسيط السؤال شو أنا عرف السؤال عرف السؤال من خلال وجود علامة السؤال بالأخير دائما يكون عندي علامة السؤال بعد شونا الدليل الثاني الدليل الثاني يجين الفاعل والفعل بين قوسين مثل ما تشوف شوف هنا أنا الفاعل والفعل يخلي بين قوسين شكوا بالأخير اوك علامة سؤال فنعرف السؤال من خلال وجود علامة السؤال بالأخير وأيضا من خلال وجود الفاعل والفعل زين احنا شنو قالت السؤال بالانجليز الصورة عامة قالت السؤال تقول نقدم الفعل مساعدة على الفعل زين مو هذا الفعل اش اخلي قبله اخلي قبله دد اوكي منتخلي دد نزل فعل الفعل الشي بقى مجرد لان دد هم ترجع الفعل مجرد لذلك انا اخليها بين وبينكم يعني فانت شون تحول السؤال للماضي البسيط بس تخلي دد قبل الاقواس بس تخلي دد اوكي وشي للاقواس شوف شوف هذا المثال وخلي دد قبل الاقواس شي للاقواس صارت تد يو انجوي وتكمل الجملة تمام حبايب زين اذا عندك سؤال بي اداة سؤال هاي اداة السؤال لازم ما تخوف لان هو يطلاب من يشوفون اداة السؤال استاذ اداة سؤال يمو يمو اداة سؤال يعني ااسف اسف على اللفظة بس يصير بسهال من اداة السؤال it shouldn't frighten you around والله ما تخوف تشلبك what you have to do انساه تنسى دات السؤال تباو اهاي مو لك عندك بالاخر العالم السؤال عندك هذا الفاعل والفاعل عرفتها ماذا بسيط شون عرفتها ماذا بسيط هس راح اعلمكم اوكي هس واحد يقول استاذ اوكي استرداي احنا اليوم موضوعنا موضوعنا مو الظروف موضوعنا دوات ربط فرح نجي لاحقا شو عرفه ماذا بسيط هس اعلم ده صححة بالماذا بسيط شي تخلي قبل القوس تخلي دت وتنزل الفاعل وتنزل الفاعل مجرد تريد بس هي تريد تنزل الجملة كلها الدور ترجع الى السؤال تنزلها وراها تقول استرداي تخلي بالاخر العالم السؤال يعني استاذ ملخص السالفة الماذا بسيط بالسادس وينطين بالاخر العالم السؤال وفعل الفاعل بين قوسين اخلي دت قبل القوسين واشيطي لقوس تمام هذا الماضي البسيط اي مشكلة عندك ما فهمتك تقدر تراجع لا تعبر للماضي المستمر اذا ما ضبط الماضي البسيط نجي للماضي المستمر الماضي المستمر نفس الطريقة هم رايح نطيني فعل مجرد بين قوسين ويطلب من عندي احاوله بس ان هذا الماضي المستمر بيسالفة تختلف شسمه اسمه ماضي مستمر ركز لي شسمه ماضي ومستمر شوف الماضي لازم اضيف له فعل مساعد والمستمر لازم اضيف له يعني لازم اسوي له حركتين بالفعل حتى اخلي ماضي ومستمر الماضي البسيط ذاك كلمة بسيط مشرط اضيف له حركتين هو اسمه بسيط بس هنا اسمه ماضي مستمر لازم اسوي شغلة تدل على انه ماضي واسوي شغلة تدل على انه هو شنو مستمر كل مستمر باللغة الانجليزية بصورة عامة هو ING بالفعل الرئيسي اجيب الفعل المجرد وشي احط له احط له ING هاي قاعدة كل مستمر لو تجي لكل الازمنة اللي بيها كلمة مستمر يعني الفعل الرئيسي به ING زين الماضي شو انا حققه هسه واحد يقول لستاذ احط دد لا يا حبيبي ما يصير تحط دد ليش لان دد ترجع الفعل مجرد انا ردي الفعل بING فهنا انا جابه فعل مساعد ثاني قالوا يا بي انجيب الفعل بي نحطه بالماضي يصير لا وز لا وير نانا حققت الماضي والآي انجيش حققت لي مستمر زين افتاد اذا نسيت واحدة من عدين يعني ما حققت الزمن وراح تحصل صفر وبتعمل نا نا تمام لازم يتجيبه صح يعني لازم نضيف وز و وير زاد آي انجي هو يطلها بيشتبهون عبالهم الماضي مستمر بس آي انجي الماضي مستمر لازم نتخلي وز وير والفعل نضيف لازم نجي زين اش وقت اضيف وز واش وقت اضيف وز سهل تعرفونها كلكم اذا الفاعل هذا الفاعل شنو اذا الفاعل هي او شي او ات او اي نخلي وز وذا الفاعل جان وي او يو او ذي اخلي وير تمام يعني مو شرط القضامير يعني عادة مثل احمد علي ماي فاذا ماي برادر ذول كلهم هي مثلا ماي سستا ماي سستا مو ماي سستا ينايتن ماي سستا اختي ماي ماذا امي اهنانا شي او سارة زينب شريفة ذن الشي يعني ممكن الفاعل يكون اسم او ضامير كنت تعرفها تمام والفاعل اضيف الانجي يعني تخلي بالقدام تخلي وز وار او بالاخير تخلي انجي يعني لازم شغلتين دير بالك تنسوا احدا من عثن زين من اجي اضيف انجي شا سوي عليك يا الله هم عندي شغلات او اخرها او شغلات اكررها زين قواعد اضافة انجي تشبه قواعد اضافة اي دي شوية اختلافات بسيطة خلي نمر عليها على السريع يابا لقاعدة رقم واحد شو تقول تقول الفعل المنته بحرف صحيح مسبوق بحرف عل انضافة الحرف الصحيح ونضيف انجي يعني شلون باوه هذا الفعل مو انتب حرف صحيح وقبل حرف عل من اضيف الانجي شا سوي اكرر الحرف الصحيح واضيف الانجي هنا انتب حرف صحيح وقبل حرف عل من اضيف انجي اكرر الحرف الصحيح وش اضيف بس هم عدنا شغلتين ما نكرر بها الحرف الصحيح الشغلة الاولى تقول عندما يأتي قبله حرفي علة ثنيا احرف علة شوف هذا الميت صحيح انتهى بحرف صحيح بس شن قبله حرفي علة من اجي اضيف لاي انجي بعد ما اكرره وهماتين ما نكرر الحرف الصحيح اذا انتهى الفعل بذن الاحرف اللي هن ال X وال Z وال W وال R وال H وال V وال N مثل لسن هذا ينتهى ب E من اجي اضيف لاي انجي ما اكرر الحرف الصحيح لان ينتهى ب E لان تحفظونهن اهم قاعدة هاي قاعدة رقم اثنيا تقول الفعل المنتهى ب E وهي هواية طلاب ينسونها هواية طلاب ينسونها طبعا هو اللي انساه راسم صفح مثل هذا الموجه ينقول الفعل المنتهى ب E شن ساولي ال E نحذفها ونضيف ING وهواية طلاب مارين علي ورغم انه اكد عليهم وما يحذفون ال E لازم تحذف ال E فهنانا من نجي write شا سولي ال E احذف ال E وش اضيف اضيف ING ال have كذلك احذف ال E وش اضيف اضيف ING صارت writing having اذا ما احذفت ال E شيصير لفظها صارت writing having يعني لفظها يصير مرحبا فانت لازم تحذف ال E اذا انتهى الفعل بيمتي نضيف ING تعرف اليه اذا الفعل انتهى ب IE ركز هنا IE ننضيف الها ING نغير ال IE الى Y هذا الفعل غير موجود بالمنهج بس خاف يجيكم وكي خاف يجيكم فهنانا ال IE نقلبها ال Y ونضيف ING عندي اهم اهم قاعدتين هنا الاولى والثانية نكرر الحرف الصحيح وعدنا حالات ما نكررها بيها ونحذف ال E بنهاية الفعل تمام بعد اكون شغلة هواي طلاب يشتبهون بيها يعني مثلا 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 يجيهم C قد احولها ماضي مستمر يقول لهذا مو فعل شاذ احوله للماضي واضيف قبله وزور لا بابا انتبه علي الماضي مستمر انسى بعد الافعال الشاذة والافعال القياسية الافعال الشاذة والقياسية شو كنت تباوعلها تباوعلها بحالة وحدة بس بالماضي البسيط اما الماضي المستمر بهذا الموضوع قصدي بعد ما لك علاقة بالفعل شو هدله قياسي اتك وبل اول ما شوف فعل حط له وزور و IE انجي هسا مثال رقم واحد My English improved very well اردحولها للماضي المستمر هنا انا مفرد فاش اخلي اخلي واز improve منتهت بE شاسوي للE احذفها واضيف ING They have great time اذيش تاخذ تاخذ where اجل لها فشاسوي للE احذفها واش اضيف اضيف ING She got ready to school She الفعل شي مفرد شاخلي اخلي واز و لقيت تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف علا واحد فاش اسوي الحرف الصحيح اكرره واش اضيف اضيف ING They wait for the bus ديش تاخذ تاخذ where هايتي ما اكررها ليش عافية لان اجي قبلها هارفين علا فقبل اضيف لها ING خلاص الماضي المستمر خلاص انت ساعد الماضي المستمر اضيف وازو where والفعل اضيف لا ING انتبه كون ما اشتبه بالواز والوار انتبه للفاعل مراتك هو يطلع بيستعجلون انتبه للفاعل الكلمة اللي قبل الفعل اذا مفرد اضيف واز واذا اجمع اضيف وار والING انتبهها من قاعدة اضافة الING تمام انه في مال الماضي المستمر قفة شغلة احنا بالماضي البسيط اش سوينا خلنا نسوي مثلا وضفنا DAT ضفنا لدد NOT الدد سويت للفاعل اش رجعته رجعته مجرد هذا الفاعل مجرد رجعته NOT لدد تردد رجعته مجرد الNOT مقرود طال ولا يمها السالف يعني هي ما تغير من الفعل اللي يغير من الفعل هو منه هو الدد لذلك هسه انا من اجي اريد انف الماضي المستمر بعد ما لعلاقة بالفعل شوف شنو قاعدة الماضي المستمر عندي واز ووار اضيف واز ووار حسب الفاعل طبعا والفعل الشيبقى بING هاي الNOT وين تجي تجي للواز و الوار صير ووزنت و ويرنت ووزنت و ويرنت زاد فعل بING يعني بالنفي مال ماضي المستمر يبقى الفعل بING نفس الاثبات شوف لاحظ نفس الاثبات الفرق بس ينضاف لفعل مساعد ليش ما جبنا الدد منحتاجه ليش ما نحتاج الدد لان احنا اصلا بالاثبات عندنا فعل مساعد فاجي قبل ان اضيف لانات بالنفي تمام لاحظ شون اعرفت نفي نفس الشرحة شرحت لكم قبل شوية هنا اكونات قبل الفعل الرئيسي فانش يسوي I not sleep صير I was وعد دينات صارت I wasn't sleeping ليش ما كررت البيس سادلان اجا قبل حرفين على قبل اضيف ING وي not drive الو يشتاخذ الو يتاخذ where drive انتهت بإي فش يسوي للإي احذفها واش اضيف اضيف ING واضح بايب الماضي المستمر was aware زاد ING انه في مالته was into wearing زاد ING بالنسبة للسؤال ماذا لماذا المستمر ماذا لماذا المستمر احنا ما عدنا جملة بها سؤال بس نحتاج يعني خف تحتاج تعرفها هم راح ينطينا على من السؤال بالاخير وينطينا فاعل وفعل مجرد فاني لازم اقدم الفعل مساعد على الفعل شن الفعل مساعد لواز لاوير حسب الفاعل هذا الفاعل ينزل اذا الفاعل مفرد أستخدم وص إذا مفرد وإذا جمع أستخدم تعرفونها بعدين ننزل الفاعل وراء الفاعل المساعد وهذا الفاعل مجرد شنضيف له نضيف له ING يعني أهم أبقل ING فاعل رئيسي نسيت هذا الفاعل أضيف له ING شوف المثال شون عرفت سؤال عندي علامة السؤال بالأخير وعندي فاعل وفاعل الفاعل مفرد شخليت خليت وز الدور ينزل الفاعل والفاعل شه أضيف له أضيف له ING زيان ليش ما كررت الـ D تعرفون ليش You watch TV last night عشاندي بالأخيرة عندي علامة السؤال الفاعل You شنخلي نخلي where بعدين ننزل الفاعل You والواتش أضيف لها أضيف لها ING وكمل الجملة Easy peasy يعني piece of cake piece of cake و Easy peasy معناتها Aziz as drunk water يعني سهل مثل شربة المي بس يحتاج له شوية التركيز حسا احنا أخذنا الماضي البسيط والماضي المستمر زيان هسا نجي نربطهم يعني هسا يبدأ موضوع السادس هسا بدأ موضوع السادس يابا يقول نستخدم الماضي المستمر الماضي البسيط والماضي المستمر سوى للدلالة على حدوث فعل أثناء استمرار آخر يعني شنو قصدي يعني شنو قصدي يعني قصدي خلن نحكيها بالعامية هدى فهمكم من وضوع بالعامية انت تقول بارحاج انت تلعب طوبة من اجا الوالد للملعب اوكي اهنان شنو اللي كان مستمر اكو فعل كان مستمر حدث اطول كان مستمر اللي كان حدث اللي كان مستمر هو انت تلعب طوبة يمكن بلشت من الستة للسبعة بعدك تلعب طوبة فجأة اجا الوالد هذا الحدث الاطول اللي كان مستمر هذا اش يصير ماذا مستمر والحدث اللي صار فجأة هو ماضي بسيط وطبعا مثلا نقول مثال ثاني خلنا هم نجيب على الوالد أنا جنت أباوح فيلم وشفت الوالد طبعا أكيد جنت أباوح فيلم نجفت الوالد أكل أقطق وفي الفيلم مثلا جنت أباوح فيلم وشفت الوالد الشيء المستمر أن تشاهد الفيلم هذا فعل مستمر شان وفجأة يجي الوالد الحدث المفاجئ الحدث القصير هو ماضي بسيط بينما الحدث اللي مستمر هو الماضي المستمر يعني قصدي بهذا الشارع المخطط لقدامكم أكو شيء كان مستمر اللي هو ماضي مستمر هذا الحدث الأطول كان مستمر الفترة وفجأة وهذا هو يستمر بعده بنصل هذا الحدث يصير حدث آخر أما يسبب غالبا يسبب بنقطاع هذا الشيء يعني يوقف عن الاستمرارية فهنا هنا أكو حدث كان مستمر وجه حدث ثاني مثال ثاني كنت تريك أصفر طب للغرفة حدث المستمر أنه تريك أصفر طب للغرفة مثال ثالث مثلا مثال ثالث كنت ألعب طوبة وقعت وكسرت رجلي الفعل المستمر أن أنت كنت ألعب طوبة فجأة وقعت والله أنا جاي للمدرسة بالطريق وصار حادث سيارة أنت جاي للمدرسة هذا المستمر فجأة صار حادث سيارة لاحظوا وين نستخدم حياتنا اليومية فالماضي المستمر الماضي البسيط نستخدم هذا الغرض إنه أكحدث كان مستمر فجأة يجي قطاع حدث آخر أدوات الربط اللي عدنا بهذا الموضوع أربعة كل اثنين سوى أول أداة ربط أول أداة سين أول جروب هو وين وآنت ركز لي هنا أنا وين وآنت بنجن بالوسط جورها هنجملة وقبلها هنجملة هاي الجملة تتكون من فاعل وفاعل وتكملة وهنا هم تتكون من فاعل وفاعل وتكملة فأنت من تلقي ذن أدوات الربط الوين والآنت بين جملتين أو رابطات جملتين تكنك على موضوع الماضي البسيط والماضي المستمر بالسادس رح يقل لك كورك the verb صحة الفعل فأنت شو نتكنك على الموضوع من تلقي وين وآنت رابطات لجملتين مزيلا الوين والآنت يجوراهم زمن الماضي البسيط شو يجوراهم الماضي البسيط يعني وبالإيدي أو الشاذ فأنت شو تقول تقول وين إيدي وين إيدي أنت هم إيدي يعني الفاعل اللي يجو ورا وين وأنت مباشرة اللي لازق بيهم يعني نانج أوكو بيناتهم علاقة حب نتشلب بذيال الوين والآنت دائما هو شو يصير يصير ماضي بسيط هاي الجملة الثانية تلقائيا نش صارت تلقائيا صارت ماضي مستمر يعني الجملة اللي لازق بل وين والآنت تكون ماضي بسيط الجملة الأخرى تكون ماضي مستمر يعني استاذ يعني شو أفهم أفهم إذا أجدتك أنت ما تجيب البداية بس وين استاذ إذا وين أجدت ببداية الجملتين هنا تجي كومة طبعا إذا أجدت وين ببداية الجملتين شي جوا راه هام يلحقها الماضي البسيط تمام هم يجوا وراها الماضي البسيط يعني دائما وين ما نلقى وين وانت الجملة اللي وراهم شي صير ماضي بسيط وهذه الجملة صارت صارت ماضي ومستمر اوكي حبايب مرة ثانية الوين والانت يجوا بالوسط يجوا وراهم الماضي البسيط وقبل الماضي المستمر الوين اجت بالبداية يجوا وراها الماضي البسيط وباديا الماضي المستمر اللاحظ انه العلاقة الوطيدة بين من وبين من بين الوين والماضي البسيط بالامتحان ممكن يطلب منك فعل واحد او ممكن يطلب فعلين اذا طلب فعل واحد الامور سهلة واذا طلب فعلين الامور هم سهلة نجح الساق ناخد انثلة We play football when I break my leg لاحظ اهنا شون اداة ربط عندك وين تلقائيا تقول الجملة اللي وراها يصير اهنا ماضي بسيط وهذا الصير ماضي مستمر قبل الجملة اللي تجو وراها وين بالماضي مستمر الwe تاخذ where واللي play اضيف لها ing وهنا الbreak فعل الشيء يصير broke ما broke عليك حصلت الدرجة مثال هايذي الانت الانت اجت وراها جملة قبلها جملة يعني هاي اعدات ربطنا مع الوحدة الاولى لاحظ ان الانت جو راها ماضي بسيط يعني هذا بسيط وهذا مستمر اوكي اوكي طالب اول ما يشوف فعل شاذ قال لك ايه حوله وينت لا حبيبي بس بالماضي البسيط هاي الجملة ماضي مستمر قبل طبق قادة الماضي مستمر واز وورز اعد اي انجي هذا مو ماضي بسيط هنا انا انتبه ذاه فعل شاذ لو قياسي هذا فعل شاذ الماضي معيل شي صير يصير م vine شوف من شاننا نلعب طوبة من كسار رجلي كانتراح Internationale كنتراح لشغل والتقاه المال صديقي الشى الانتراح لشغل فجأة التقاه الصديقي شوف كانتراح لشغل هذا الحدث المستمر ماضي مستمر والتقاه المال بسيط نقطة الثالث وانا يسيها في المال ليندا كانت لابسة فستان جديد هنا نقدر نبدل نخلي بلو درس يعني كانت لابسة فستان أزرق بني أزرقي هسا وانا يسيها في المال ليندا شوف هنا شو الأداة تربطوين حتى لو أجت بالبداية الجملة اللي وراها هستن ماذا بسيط هنا ماذا بسيط أبوى للفعل قياسي لو شاد هذا الفعل شاد فش يصير يصير سو هنا ماذا مستمر ليندا مفرد تاخذ واس والوير أضيف لعينج انتبه هاي ترى مو وير الوير ذي شيش تنكتب هذا وير يرتدي يعني يشبه شوية بالشكل بس هو يختلف يعني هنا اي اي يختلف كونة حفظة موجد بمنهج هذا الفعل فشفتش شوان شباب وان ما القوانو وان الجملة اللي وراهم تكون ماذا بسيط والجملة اللي وأخرى صير ماذا مستمر نروح الاربط الثاني القروب الثاني من الاربط القروب الثاني هم while و as عكس تولك اللي فوقهم while and as عكس اللي فوقهم يعني شنو يعني شجو وراهم يجو وراهم ماذا مستمر يعني الجملة اللي تجي وراء واي لوقات شو سصير ماضي مستمر شوف إذا أجوب البداية شو جوراهم هم يلحقهم الماضي المستمر دائما يجوراهم ماضي مستمر تلقائيا الجملة الثانية صارت صارت ماضي بسيط والله سهلة إذا أجوب البداية كو كو مهنان لاحظوا شباب شون سهلة شون تفهمها أحفظ اثنين وقول الثانية عكسهم يعني تقول وين وانت وين إيدي الوين يجوا ورها ماضي بسيط عكسهم الويل والأس فهمهم راجحهم أكثر مرة وفهمهم نجي للأنثلة شون أداة ربط اللي يعد هنا ألاحظ أن أداة ربط اللي يعد هنا ويل يعني اللي ورها يصير ماضي مستمر واللي قبل هاش يصير ماضي بسيط هذا الفعل راين هل هو من ضمن أفعال الشاذة لو لا أنا ما حفظته ما شفته من ضمن أفعال الشاذة قبل أضيف لأيدي ما كررت الآن لأنه جاء قبلها حرفة نال هنا أنا بلاي قد أحولها ماضي مستمر شنو قالت الماضي مستمر وزو وير زاد انجي الفاعل ويش خليت خليت وير بلاي ضفت لها ضفت لها انجي صارت وير بلاي نقطة ثانية شنو إداة الربط اللي عندي عندي آز الآز جوراها ماضي مستمر يعني هذي ماضي مستمر وهذا ماضي بسيط شوف الفاعل آي يعني أخلي واز والفعل أضيف لأي انجي واز ووشن نان الفعل هل يا ترى فعل شاذ نظم الأفعال شاذ الحافظة لا فقبل اش أضيف لي أضيف لي دي فقط لاني انتهي بإي نقطة الثالثة والأخيرة شعنده أداة ربط أداة ربط اللي عندي هي وائل الوائل اش اجا وراها اجا وراها ماضي مستمر يعني هذا ماضي مستمر هذا مستمر والقبل هستار بسيط إذا عندك بسيط فعل مجرد يعني تنتبه قياسي لو شاذ هذا الفعل فول شاذ الماضي مالتا فعل وهنانا الرن ماضي مستمر شنو قالت الماضي المستمر قالت الماضي المستمر واز و وار زاعد آي انجي اللي هيش تاخذ تاخذ واز والرن أكرر الان واضيف آي انجي لاني جاء قبلها حرف على واحد هذا هو الموضوع الشباب سهل الروح للتمرين نحل التمرين أشألتكم هسا أنا رح حل التمرين شوي بسرعة على مود ما أمل للكم يعني بعض الطلاب ممكن أنسا يميل أو يسدوا المحاضرة لأنه فهم الموضوع فإحنا رح نحل على السريع أنت إذا فهمت الموضوع حل قدام النقطة وشوف أوكي بسم الله I think about you and then you ring me شنو هنا أنا عندي أداة الربط يعني هذا بسيط وهذا مستمر أجأحل المستمر فاعل I أخذ was والthink أضف لها ing صارت I was thinking ring هذا فعل شاذ حفظت قبل شوي الماضي مالتو rank نقطة ثاني شنو هناك ربط عندي while مباشرة ورا ال while أجينا مستمر وهذا بسيط المستمر was aware زائد ing والبسيط لو قياس لو شاذ أجي أطبق القاعدة علي علي الشياخذ ياخذ was والهاب نضف لها ing أحذف لها ing أنك هذا الفعل مش عاد أنا حفظ الفعال الشواذ هذا مو من ضمنهم قبل ش أضيف لأيدي وانتبه بي قواعدة من قواعد ايدي لو ما بي هذا ما بي قبل أضفت لأيدي نقطة ثاني شنو نادات الربط ant الآن شجوة راهعة ماضي بسيط يعني هذا الفعل ماضي بسيط وهذا الشيصير يصير ماضي مستمر يلا نحل قاعدة الماضي مستمر الفاعل آي الشياخذ ياخذ was clean قبل أضيف ing ما أكرر لأني اجي قبل حرفين على والفايند أنا حافظ فعل شاذ الماضي والتفاوند نقطة ثان لكلي هيا لكلي شوف كوي طلب عبالهم هذا اسم يعني عبالهم ذول اسمين فهنا يستخدمون غير شها لكلي معناها لحسن الحظ هذا ظرف مدام خلينا وراه كومة يعني أزلو أزلو عن هاي الجملة يعني ما تابع لها الجملة فصارت لكلي لحسن الحظ ننساه هاي لكلي كأنه مم موجودة شون أداة الربطة اللي عندي أداة الربطة اللي عندي هي وين وين جوارها بسيط وهذا صار مستمر أركز هنا بالمستمر شعندي عندي نات شريفة تأخذ وز وين نات صارت صارت وازنت ودرايف أحذف الإ واضف آي أنجي هنا الفعل شاذ الرانش يصير يصير الران ننبر فايف أداة الربطة اللي عندي ويل يجو وراها مستمر وهذا بسيط يلا في سرعة حلوية يتيك هذا فعل شاذ الماضي ما لتتوك ماضي بسيط بس الفعل حوله الوز وير تنضح بالمستمر الوي تأخذ وير ولسوم انتهت بحرف صحيح وقبله حرف علا واحد فكررت الحرف الصحيح وضفت آي أنجي النقطة اللي بعدها أداة الربط عندي آز يعني هذا بسيط وهذا مستمر اللي وراها مستمر هذا وهذا بسيط تأخذ تأخذ وير وير فاعل هوي يعني تأخذ وير المي من أضف اله آي أنجي أحذف الإي وآضيف آي أنجي نقطة السابعة أداة الربط اللي عندي ويل يجي وراها مستمر وهذا الفعل يصير بسيط اله آي أني حافظها الماضي مالتها هيد وهنان مستمر بس بي ناط الآي تأخذ تأخذ واس وعد ناط صارت واس ما ضاعف تلك ليش لأن إجي قبل حرفين هنا نقطة ثامنة بيها شوية واحد من طلب يجي يقول أستاذ هذا عندي أداة ربط وعرفنا أنه هاي كومة يعني آز جل بالبداية وعندي هنان أنت هم أداة ربط لكم تنتبوون على هاي الانت هاي الانت هنا ليست أداة ربط ليش مو أداة ربط هنان أول شغلة ما ربطت لجملتين لازم تربط جملتين يعني كون هنا أكو فاعل وفعل وهن أكو فاعل فاعل بس كون هنا أكو فاعل يعني إذا ربط جملتين يعني هاي أداة ربط ثانيا أولا لأنه ربطت فعلي فمو أداة ربط حرف عطف ثانيا أداة ربط الصديق وين هاي الآز اللي بالبداية وهاي الجملة الأولى وقال لول انتهت الجملة الأولى به هاي هاي جملة ثاني هاي الآن ما العلاقة بها لأن ربطت فعلي حرف عطف يعني من أقول أحمد آن علي are my brothers هاي آن هاي أداة ربط هاي مو أداة ربط حرف عطف إذا أجت الآن بين فعلي بين اسمين هاي حرف عطف إذا أجت بين جملتين صير أداة ربط فهنا عندي آز يعني هذا ماذا مستمر وهذا وهذا بسط فعلي بسط شوف هسا الشي تاخذ واس carry circuring أكون ملاحظة عندي على يعني مثلا أكون طلاب مو الفعل study من يضيف ال-ing يطير ال-y من وحده فحضرت اش يسوي يطير ال-y ويضيف ال-ing لا حبيبي ال-y تبقى يعني الحل الصحيح أن أن تبقى ال-y تبقى ال-y وضيف فوق ال-ing فأدير بالكم فهنا نحن carry ال-y على حب طلاب ش يسوون هاي ال-y طيرون هلا حبيبي تبقى وضيف عليها ال-ing عما slip هو قياسي أضاع في P وضيف ED و break هو ش صور broke حاب أضمنكم بشغله أنه بالامتحن الوزاري ما سأحجب لك ثلاثة فعال سأحجب لك فعل واحد فأنت تلقائيا ما دام عندك آز بالبداية هذا مستمر أو هذا بسيط الفعل الثاني لا slip لا break خلاص التمرين شباب ناخد التمرين الثاني طبعا هذا التمرين هذا التمرين اللي قبالكم بالكتاب قالين كتب جمل منعتكم يعني هو بس هاي الصيغة من تجي عبد فأنا شويت طلعت العجوة نموذ الجوان التمرين من كتاب المدرس هو تلكم أمثلة إضافية تمام أمثلة إضافية مثلا I run and I slip and broke my leg ركز هنا هاي الانت إجا قبلها iron وجوارها I slipped يعني هاي ربط الجملتين يعني هاي أداة ربطي أداة ربط هاي الانت أما هاي الانت الثانية جت بين فعلا فما العلاقة بها الانت يجي وراها ماذا بسيط ومحلولة هاي جبنا ماذا بسيط محلولة ما مطلوبة شوان عرفتها محلولة ما مخلي الفعل بين قوسين فهاي الانت الأولى هي بالماذا المستمر الآية تاخذ واز شو يسوي للانت أكررها وأضيف ing شوف الانت يجي وراها ماذا بسيط وقبلها ما ماذا مستمر زين استاذ هاي ليش ما هنا حليت هم بسيط لأن ما مطلوب الفعل بين قوسين مجرد يعني ما مطلوب هذا الفعل هو حال لليه النقل الثاني عندي عدا تربط هم انت ألاحظ ان الجملة قبل هاي ما مطلوب من عندي شي اللي فلش السيارة بالشجرة طبع اكيد هي ابنية هاي مولد وولد ما يساون هي البنية حتى لو شوف تفلش سيارتها حتى لو شوف اصلا هي تنام على السيارة يعني هوايا نسو أنا هوايا بنا تشوف ان يسوق ان يدق هورن بلغط ألقي خشم هلازق بالهورن هاي اي وزنت لكين هذا هذا مستمر محلول هنا الآن يجو راها بسيط تمام النقطة الثالثة I get ready for school when I started trying لاحظ ان الوين اجت بالوسط يجو راها ماذا بسيط فهنا تلقائيا ش يصير ماذا مستمر الآية تاخذ was will get اكرر t واضيف ing هنا عندي النقطة اللي بعدها تربط وين يعني هنا بسيط القبل هو حالها بالماذا المستمر فسبرين هذا فعل قياسي اضيف لأيدي النقطة الخامسة عندي اداة ربط وين وجو راها ماذا بسيط حال ليا ما مطلوبة فمعنا هنا يسأل ماذا مستمر الآية تاخذ was think اضيف ing هنا while بالبداية يجو راها ماذا مستمر وحال ليا ها فهنا ماذا بسيط السيش الصير 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 ها شباب ان شاء الله الامور سهلة عليكم ان شاء الله مصابة زيان اه ادنا صيغة اخيرة اجت مرة وحدة وزاري حاجة بيناتنا اجت مرة وحدة 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 ما اتوقح تيجي بعد بس احنا نخاف من النقية يجي طالب هيتش دم ثقيل استاذ هاي جاية وزاري جاية 2017 واتا ما شرح استاذ ما يكمل ماد هي الفكرة انه اجت مرة وحدة وهاي تخلي الموضوع شوية صعب يعني تخلي الموضوع يدخل بمعنى والطالب من دخل معنى بالموضوع شو مرة سهيل صعب بس معنى خلاص ايس قال هاي نغتين درجة شباب فهذا جاية شباب اجي مرة وحدة بس انا رح اشرح للامانة انه انا هنا موجود بهاي القناة حتى انطيك كل شي خاص الماد حتى المعانة رح اشوفون مستقبلا حتى اثريات اشرح فالغاية انه انا ادى انقل لك تجربة التدريس بالاهلية والخصوص اللي هنا فعندك جوين صيغة السؤال يقول لك جوين يوز وين او يوز ان او يوز ويل او 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 يعني ورا جوين ويوز تلقى واحدة من ذن الاربع عدوات فانت اش تسوي سمثال شوف هاي الصيغة مثلا نقول جوين يوز وين او جوين يوز ان جوين او جوين ويوز ويل فان شلون اربض من جملتين اول شغلة هو رح تلقى جملتين بالماضي انها تحتاج المعنى تحتاج تعرف يا حدث الاطول ويا حدث الاخصر يا حدث كان مستمر من صار الحدث الثاني هاي لازم تعرف زين حس لازم اترجو يعني معناتها انت شو سوي كون تحفظ معاني التمرين الاول سوري يعني هذا التمرين الاول اللي حلنا ذا ثم النقاط اذا اجابوا هاي الصيغة فيجبون من عنده ما يطلعون من عنده هس هاي الجملة ماضي بسيط وهاي ماضي بسيط انا هس احتاج اعرض معنى ذا الجملة يعني اترايك يعني دق الباب اكواحد دق الباب يا فعل مستمر من صار الحدث الاخر هذا المستمر اللي اترايك كان المستمر وانا اترايك اجاب واحد دق الباب شا سوي احول هاي الجملة للماضي المستمر احول الاي تنزل تاخذ واز شوفو الاي انجي متنضاف للفعل الماضي لازم هذا الفعل ارجع مجرد هاف وضيف الانجي والاي الطير لان تنتهي باي فيصير اي وز هاف سوري اي وز هاف برايك فاست حليت هاي ماضي مستمر هاي الجملة تبقى سام وان تبقى ماضي بسيط سام وان ناك دور شوف محولت هذه ماضي مستمر عرفتها من خلال المعنى وحولت والثانية تبقى بسيط تلقائيا تبقى بسيط لا تغير تروح لأداة تربط شون أداة تربط وين زين وين شجو وراها تجي قبل من تجي قبل البسيط تجي قبل الماضي البسيط يعني وين اجيب اجيب اخ حطها قبل الماضي البسيط فأخلي هنانة صارت ايوز هفن بريك فاست وان سمون ناكت دور شوف المثال الثاني يعني هي كانت السوق على كيف السوق على كيف السوق على كيف اجيب زعطوط عرض بالشارع زين اجي يعني هي كانت السوق على كيف وراحتها تمشي فأجي اجيب اجيب تعطوط عرض بالشارع ورغم هذا دعم مت يعني ترى دعم مت لا لا شذب كات بالله حسن لاحظ انه لم كانت السوق بسرعة يعني لو السوق بسرعة كانت دعم مت فهنان الحالة المستمر هذة اللي هي ما كان السوق بسرعة والبسيط هذا هذا يبقى وهذا يتغير اجي اغير شيش تاخذ تاخذ واز وعدنا فيه صارت وزنت درايف هي مجرد لان جت ورد قبل اضيف لها ان جي شي وزنت جرايف فاست زين الجملة الثانية تنزل اروح الاداة الربط شن المطلوبة ان ان تجي قبل من قبل البسيط فأجيب احط هنا قبل البسيط ما يصير احط هنا لان هذا مستمر الان تجي قبل البسيط فأجي اخليها قبل الماضي البسيط مثال الثالث احنا جنا مساوين هوس عربدة اجت قالت ولكم هدؤ طبعا اجت قالت يعني اذا انت طالبة جنت مساوية هوس اجت موج قالت لك هلا وماما ممكن تهدؤون يعني ما اجت بالكرمين يعني بالنعال ولا اجت بالطاو اجت بهدو هش تحت الموج قالت لك ماما ممكن فانت جنت تسوين هوس اجت قالت انها تقف يعني المستمر هو الهوس هذا المستمر اجي احاول الوي تاخذ وير الميد ارجح للمجرد ميك واضيف لها اي انجي احذف الاي واضيف اي انجي الان حفت هنا تلقائيا تو ماتش نويز الجملة جملة ثانية تنزل نفسية she told us to be كويت فهس شنو المطلب من عندي اداة الربط as as قبل من تجي as تجي قبل المستمر قبل من تجي قبل المستمر احنا اخذناها فا اجي وان اخليها اخليها ناي غاتي ناتج قبل المستمر وهي صارت كوم يعني جس بالبداية اذا تنسيت الكوم هم ما رح يحسب ك بس يعني الاهتيار حتى يكون جواب في الضوط زين هاي اثنين 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 بالماضي يعني هاي الدقة النقصة احنا نسبح بالشط نسبح عنو اصدقاء متونسين اجي حرامي باقي ملابسنا وشارت المستمر المستمر احنا نسبح فجأة اجي حرامي اجي كتبوا لها بالتعليقات يلا شباب طولت عليكم من المحاضرة هذا هو كل شي خاص الموضوع رح تلقون جوا بالرابط جوا تلقون شرح الموضوع بالتفصيل وكل الاسئلة الوزارية اللي جات عن الموضوع يلا نشوف لكم المحاضرة الجاية باي باي